سأقلب معكم اليوم عدد من الملفات على مدى ساعتين. أنا جرير دبابني أهلا بكم. أبدأ الساعة الأولى من الحرة الليلة من تأكيد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الجمعة على ضرورة تعزيز قوة أوكرانيا. قبل أي اتفاق سلام مع رئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظل تزايد الدعوات للتفاوض. بلينكين قال في خطاب من هلسينكي أن الجهود الدبلوماسية لم تسفر عن نتيجة. مضيفا بأن الشرط لأي دبلوماسية ذات معنى وأي سلام حقيقي هو أوكرانيا أقوى. من جهته قال الكرامل إن أي سلام في أوكرانيا ينبغي أن يأخذ في الاعتبار مصالح موسكو. فما هي دلالات تصريح بلينكين إذن بشأن فشل الجهود الدبلوماسية حتى الآن؟ وما هي حضوض أي مبادرة حل قادمة؟ وهل من حضوض للتوصل إلى مفهوم موحد للسلام العادل بين طرفين نزاع في أوكرانيا؟ مبادرات السلام لإنهاء حرب روسيا على أوكرانيا تتأرجح على حبال ما تطالب به كييف وما تتدرع به موسكو. فمنذ بداية الصراع كثرت دعوات التفاوض بالتوازي مع استمرار تدفق السلاح والدعم المالي على أوكرانيا من الولايات المتحدة والحلفاء. ما أدى إلى تغير مسار المعارك وإخفاق روسيا في تحقيق أهداف غزوها. الولايات المتحدة أكثر الدول المساندة لأوكرانيا أكدت في مناسبات عدة أنها ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا للدفاع عن نفسها، إذ ترى واشنطن أن القوة شرط أساسي لأي دبلوماسية. موقف أمريكي جدده وزير الخارجية أنتوني بلينكين من العاصمة الفنلندية. واصفاً العدوان الروسي على أوكرانيا بأنه فشل استراتيجي. تحركت الولايات المتحدة بسرعة وإقدام وبالتنسيق مع الحلفاء والشركاء للقيام بالضبط بما قلنا إننا سنقوم به. وهو دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا وتقوية الناتو. تؤكد الولايات المتحدة أنها ستساهم في بناء جيش أوكرانيا المستقبلي. وفي الوقت ذاته ترحب بمبادرات الدول الأخرى لإنهاء الصراع. مدامت تحترم مثاق الأمم المتحدة وسيادة أوكرانيا. عندما تكون روسيا مستعدة للعمل من أجل سلام حقيقي. ستستجيب الولايات المتحدة بالتنسيق مع أوكرانيا والحلفاء والشركاء حول العالم. دول حدة بينها تركيا والصين والبرازيل دخلت على خط الأزمة. وعردت مبادرات سلام والتوسط لإطلاق حوار بين طرفي النزاع. لكن المساعي لم تحقق تقدما جوهريا. مع تمسك كييف بشروطها كطرف متضرر من العدوان الروسي. وتركيز موسكو على ما تسميه بالمصالح الأمنية. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي يقول إن كييف مهتم بمبادرات الدول الأخرى شرط أن تكون على أساس صيغة السلام الأوكرانية. ويشدد على أن أي دولة باستثناء الدولة المعتدية يمكنها المشاركة في تنفيذ خطة السلام. وبين الترحيب الحذري من موسكو وكييف بالمبادرات الصينية مقابل توجس أمريكي إزاءها. يعتبر الكريملين أن الحديث عن مبادرات السلام كثير. لكن تلك المقترحات لم تظهر الإرادة السياسية وفق وصفه. وفي انتظار توافق يبدو صعبا بشأن شروط السلام المقبل تظل المعارك والدمار هما الراهن الذي يعيشه الشعب الأوكراني ويتطلع لنهايته. معنا من موسكو إلينا سوبونينا الخبيرة في الشؤون السياسية والاستراتيجية. ومعي من فرجينيا عبر اسكايب السفير لينكين بلونفيلد. مساعد وزير الخارجي الأمريكي الأسبق. مرحبا بكما. شكرا لتلبية الدعوة. أستاذ بلونفيلد. ما الذي يقصده بلينكين؟ هل يرسم خريطة طريق جديدة؟ هل يعبد الطريق لمفاوضات؟ هل نحن على أبواب سلام؟ أم أن الوصف المختصر هو ما قاله الوزير بأن أن الدبلوماسية فشلت. هل فشلت وانتهت الحلول؟ أهل تحديث لك وضيفتيكة ولمشاهدين. الوزير بلينكين والرئيس بايدن لطالما قال أن الدبلوماسية هي أهم أداة لحل هذا الوضع. ولكنهما أدرك أيضاً أن هناك طرف واحد لديه نفوذ حول إنهاء الحرب. وهو الرئيس بوتن، الرئيس الروسي. هو بدأ الحرب ويستمر فيها. وهو السبب الوحيد لوقوع الحرب في أوكرانيا. لأنه يريد أن يستولي على أراضي من أوكرانيا. والكثير في الغرب يعتقدون أنه لو سمح له بالبقاء سيستمر. وربما سيذهب إلى ملدوفا وإلى لاتفيا ولوتوانيا وربما كالينينجراد. ويحاول أيضاً كسر ناتو سياسياً. بالطبع الولايات المتحدة تريد أن ترى الدبلوماسية تنجح. وتعتقد أن روسيا لديها مصالح استراتيجية. ولكن هذه المصالح لا تتضمن الاستلاء على أراضي من دولة أخرى. هذا ضد ميثاق الأولى المتحدة. والرئيس بوتن كان سيوافق على ذلك في عام 2007 في مؤتمر مينوك. ولكنه خالف الآن ميثاق الأولى المتحدة. والولايات المتحدة تأمل في نجاح الدبلوماسية. ولكن هذا لن يحدث. ما لم تستطيع أوكرانيا أن توقف هذا الغزو وتدافع عن نفسها. أستاذ سبونينا يبدو أن هذه فرصة سانحة لروسيا للنزول عن الشجرة التي صعدت عليها. وكأن السلم بات موجودا الآن. ولكن لا تأخذ الخطوة الأولى نزولا. ألا تعتقدين بأن ما قاله وزير الخارجي الأمريكي اليوم. يعطي دفع نحو طاولة مفاوضات على المدى المنظور في المستقبل القريب. أستاذ سبونينا. مساء الخير. لا بالعكس تماما. ما قاله السيد بلينكين هو يشير إلى المأزق الديبلوماسي. روسيا لن توافق على مثل هذه الشروط. وهو قال أنه على أوكرانيا أن تستعيد كل الأراضيها. والمقصود كما يبدو حتى شب جزيرة القرم والدنباس. فروسيا لا تستطيع أن توافق على هذا الشيء. فبالعكس هذا يدل على أن هناك الاستعداد الكامل لدى أمريكا للتصعيد. ولإطالة أمد هذه المواجهة. نعم هناك بعض الأحيان مؤشرات متضاربة تأتي من أمريكا. مثلا نحن في روسيا نحب أن نستمع كثيرا لما يقوله سيد كيسنجر. وزير أمريكا السابق في الشؤون الخارجية. وهو في كثير من الأحوال أن يلمح أن هناك إمكانية الاحترام من قبل أمريكا. أن يبقى الشب جزيرة القرم ومناطق أخرى لدى روسيا. فإذا كان هذا الوضع فممكن أن تبدأ المفاوضات. أما ما يقوله بلينكين هو معاكس تماما. طيب وهذا الجميل ربما في الولايات المتحدة. هناك تنوع حتى أنا كعصحفي عندما أتابع. أرى تنوع ولكن لا أرى هذا التنوع في روسيا أستاذ سوبونينة. من هو المقابل لكيسنجر في روسيا حتى نستمع له. هناك مثلا دمتري ميندريدف الرئيس الروسيا السابق. هو في كثير من الأحوال يقول أشياء أشد بكثير مما يقوله رئيس بوتين. الرئيس الحالي. فهناك وزير لغروف. وهو محترف بنفس المستوى كما هو كان كيسنجر. فممكن نستمع لكلامه. لم نسمع كلام موازي لما قاله كيسنجر. ولكن هذه قضية تستحق لربما أن نتحدث فيها لاحقا أستاذ سوبونينة. وكان موضوع مدريدف لربما قبل عدة أيام هو يتصدر العناوين. وضيفي من موسكو كان. وقد تبرأ من كل شيء قاله مدريدف. وقال بأنه غير وازن في داخل ميزان القوى الروسية. لا يستمع له أحد يحاول أن يثبت أنه من الصقور لا أكثر ولا أقل. ما قالته أستاذ سوبونينة يا أستاذ بلونفيلد. مثير جدا للاهتمام. تقول لك بأن هناك استعداد كامل للتصعيد من قبل الولايات المتحدة. هل هناك رغبة أمريكية حقيقية الآن؟. كما تقول أستاذ سوبونينة بأن تغرق روسيا حتى عنوقها في أوكرانيا. وأن يكون المشهد مشهد أفغانستان ثانية سيدي. لا أعتقد أن رئيس بايدن معظم الانتقادات التي تلقاها في الغرب هي أنه كان متردد في السماح بتصعيد. قال الأوكراني أنهم لا يستطيعون استخدام الأسلحة الأمريكية لإطلاق النار ضد الأراضي الروسية. على الرغم من وجود النازحين واللاجئين بالملايين. وتم تدمير مدن بالكامل وشقق وبنية تحتية. هذه ليست الطريقة التي يتعامل بها رئيس مع بلاده. وبالتالي نرى أن رئيس بوتن لا يعتقد أن دومباس هي جزء من روسيا. أنه يدمرها. ولن يفلت بتدمير مدن في روسيا. لأن الناس ستثور ضده. أعتقد أن بايتن كان متردد في السماح باستخدام الطائرات المقاتلة. ربما سيسمح بذلك في المستقبل. ولدينا أكثر من عاماً الحرب. والأوكرانيا عانت. الاقتصاد الأوكراني عانت. البنك الدولي يقول أن هناك 350 مليار دولار أو 500 مليار دولار مطلوبة. ورغم ذلك يتم استمرار في إطلاق صوريخ ضد أوكرانيا. وهي دولة أممية أو عضوة في الأمم المتحدة. لا أظن أن بايتن يصعد. ما يقوله الوزير بايتن هو الطريقة الوحيدة لأنها الحرب. هي أن بوتين يقبل نهاية لهذه الحرب. وهو لم يقبل ذلك. لا زال يطلق النار على أوكرانيا. قلت قبل قليل ربما لا يمكن القبول السادة سوبنينة بهذا النوع من الشروط الآن. بماذا يمكن أن تقبل روسيا؟ كيف يمكن أن تحصل روسيا على كلا الأمرين؟ أن لا تكون أوكرانيا جزءاً من حلف الناتو. وأن تحتفظ بكل الأراضي التي دخلتها واستولت عليها. روسيا لا يوجد مجال للدبلوماسية الأخذ والرد لربما في ظل هذا التشدد الروسي أيضا. ماذا تريد روسيا؟ وماذا تريد أن تعطي؟ وماذا تريد أن تأخذ؟ هذا مهم سيدتي. ماذا تريد أن تحصل عليه؟ قالت قبل بدأ العملية العسكرية هذه. وكانت هناك شروط عدة. روسيا طرحتها. دول الغربة رفضت دراسة هذا المقترح. ورفضت التفاوض عليها. فإذن بدأت العملية العسكرية. الشروط الروسية لم تتغير أبدا. هي نفسها. التحايد الأوكراني. وشب جزيرة القرم هي جزء لا يتجزى من روسيا. ولقلهم الأربع في شرق أوكرانيا. الآن أصبحت هي روسية منذ 30 سبتمبر في السنة الماضية. وهي تاريخيا تعتبر روسية كانت. فكل هذه الشروط هي ما زالت كما هي. ولكن أنتم تتحدثون حول شروط روسيا. ولكنكم كأنكم تتناسون أن أوكرانيا أيضا غير مستعدة لإجراء المفاوضات. الآن موقف أوكرانيا متشدد. رافض للتفاوض. كانت هناك عدة محاولات. حتى في أثناء العملية العسكرية هذه. مثلا في مارس السن الماضي. هناك طرفان قد اقترب من التفاوق. ولكن أوكرانيا في آخر لحظة رفضت هذا الشيء. ونفس الشيء كانت حول مفاوضات منسك. مثلا في سنة 2019. عندما آت زيلنسكي إلى باريس. وكانت هناك اتفاقية. بوتين وافق عليها. ماكرون قد توصت. ولكن في آخر لحظة زيلنسكي قد رفض. فهناك مشكلة أيضا في موقف الطرف الآخر. طيب هل تتناسى يا أستاذ بلومفيلد. كما تقول أستاذ سبونينا أن أوكرانيا غير جاهز للتفاوض. أليست كل الإجابات اليوم التي تبحث عنها واشنطن موجودة في الشروط. التي أرادتها روسيا قبل بدء العملية العسكرية. تقول لك أستاذ سبونينا لم تتغير شيء. إذن كيف يقال الآن بأن هناك انسداد لمسار الدبلوماسية. ومقالاته روسيا كما تقول ساذة سبونينا واضح منذ البداية. أسف ولكن حتى جوزيف ستالين دافع على أن أوكرانيا يجب أن تكون جزء من مجلس الأمن كدولة منفصلة في الأمم المتحدة. وعندما تخلت أوكرانيا على أسلاح النووية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان هناك ضمانات بأن أمنهم لن يدم تم مخالفته. هذه هي الشروط التي خالفها بوتن. وانظر إلى السعر أو الثمن الذي دفعه. الرئيس بوتن هو سبب ترك كل هذه الشركات لروسيا. وكل الثروة والأموال خرجوا من روسيا. وكل من ماتوا في أوكرانيا بدون دعم وبدون أسلحة وبدون أن يقول لأمهاتهم ما حدث. إذن بوتن تسبب في كارثة استراتيجية حتى في 2014. لو حدث ذلك في روسيا كان سيرسل الجيش الروسي. ولكنه الآن يرسل مرتزقة. هذه ليست طريقة التي تحاربها في بلدك كما تدعي. وأيضا هناك شخص قتل بسبب أنه تحدث عن الخسائر. آسف هذه ليست حجة يمكن أي شخص يصدقها. لقد خسرت أوكرانيا الكثير أنهم يحاربون الآن. الفرق بين روسيا وأوكرانيا هو أن ثلاثة أفراد. بوتن ومدفيديف ولافروف يحددون السياسة. ولكن في أوكرانيا شعب أوكرانيا هو الذي يحدد السياسة بدءا من 2014. لا يمكن لزالنسكي أن يفعل أي شيء لغير ذلك. لابد أن تترك روسيا أوكرانيا. وأوكرانيا تريد أن تكون مع الغرب. ربما ستختلف روسيا في يوم ما. ولكن هذا هو الفرق الآن بين الدولتين. إذن الوضع ليس كما تصفينه أستاذ سبنينة كما أفهم من أستاذ بلون فيلد. هناك مخالفة روسية. الشروط الموضوع هي محاولة إعادة فرض شروط جديدة. وإيجاد واقع جديد ما كانت تريده روسيا قبل بدء العملية العسكرية. أعطيني رد سريع لأنه بقي لدي نقطة مهمة. أود أن أسألك لكم عنها. تفضلي أستاذ نصف دقيقة. خرجان. لا توجد شروط جديدة لدى روسيا أبدا. فهي نفس الشروط بالنسبة للقرم والقليمة الأربعة وتحييد أوكرانيا. ما تغير شيء. أما بالنسبة لديمقراطية. نحن مثلا جميعا نعرف أنه في عهد زيلنسكي حتى قبل بدأ هذه المواجهة. لم تكن هناك ديمقراطية. الصحفيين كانوا يعانون في أوكرانيا. وأيضا الفساد في هذه البلاد هو منتشر. فأنتم لا تبالغون في هذا الشيء. أود أن أخذ نقطة الأخيرة. ربما هذه نقاط بحاجة لمساحة أكبر لأخذوا الرد فيها. تفضل أستاذ بلومفيلد. كيف تنظر واشنطن الآن؟ أو كيف على واشنطن أن تنظر على المبادرة الصينية؟ إذا تكرمت بنصف دقيقة أرجوك. أعتقد أن دارد بايدن تريد من الصين أن تكون لاعب مسؤول. الصين لديها مصالح كبيرة في أوروبا والأوروبيون يراقبون عن كتب. لو أعطت الصين أسلاحة لروسيا لقتل الأوكرانيين، هذا سيضر الصين بشكل كبير. أعتقد أن الصين حاولت أن اذقرت دبلوماسيا. ولكن الشروط خاطئة. عليهم أن يفهموا مصالح الغرب ومصالح أوكرانيا. لو أعطت فقط مصالح روسيا. ربما الصين يمكن أن تلعب دورا إيجابيا. وهذا أمر ستدعمه الولايات المتحدة. تفضل أستاذ شبونين. نصف دقيقة رجاء نفس النقطة. أين تتفقون وتختلفون باختصار مع المبادرة الصينية؟ العشر نقاط المطروحة. والله مبادرات أسيوية بشكل عام. هي ممكن أن تكون ناجحة. مبادرة الصينية هي جيدة وأهم شيء. هناك آلية معينة وأهم. هناك شخص تم تعيينه. كما هي وساطة تركية مهمة. ووساطات دول عربية متعددة. هم الآن أنجح بالمقارنة مع دول غربية. ولكنني أعتقد أنه الآن مرحلة التصعيد. أما كل هذه الوساطات هي من أجل خلق الأرضية للمفاوضات فيما بعد. رفع السقوف. شكرا جزيلا لك إلينا سوبونينة. وشكرا جزيلا لك كيلينكين بلومفيلد مع حفظ الألقاب. على هذا الحوار الأكاديمي. شكرا جزيلا لكم. الحرب الروسية على أوكرانيا لها وجوه متعددة. وبعيدا عن المواجهات العسكرية والسياسية. هذه الحرب تسببت بتوتر علاقات بين مجرمين أوكرانيين وروس. طالما جمعتهم أواصر صداقة وأرباح أعمال غير مشروعة. لكن الكثيرين منهم انحازوا إلى طرف من أطراف الحرب لتشتاعل المواجهات بين حليفين الأمس. كريم مهرب أوكراني يعمل في تجارة المخدرات. ويبلغ من العمر 59 عاما يعرف نفسه على أنه وطني. وأعلن قطع علاقاته مع المهربين الروس بصورة كلية. يجلس كريم على مقعده المعتاد في مقهن في ميناء أوديسا الأوكرانية. يشرح وهو يدخن سيجارة مساهمة هذه الحرب في تعطيل العلاقات القائمة منذ فترة طويلة. بين العصابات والمجرمين الروس والأوكرانيين. الغالبية العظمى من المجرمين الأوكرانيين انحازوا إلى جانب أوكرانيا. ولديهم موقف مؤيد لأوكرانيا. كما يتبرع الكثير من المجرمين ذوي النوايا الحسنة للقوات المسلحة الأوكرانية. ويقدمون المساعدة قدر المستطاع. تكونت شبكات تهريب المخدرات والأسلحة والبشر العابرة للحدود بين أوكرانيا وروسيا. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وتعد من أقوى شبكات التهريب في العالم. وقد تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير من العام الماضي. في قطع طريق سريع ومهم تسلكه عمليات التهريب. يمتد غربا لمئة الكيلومترات باتجاه أوروبا من الحدود مع روسيا. تغير الوضع السياسي. لقد قطعت علاقاتي مع أولئك الذين كانوا يؤيدون روسيا. هؤلاء المؤيدون لم يكتفوا فقط بإعلان تأييدهم. بل كانوا يصرخون عاليا. لا يوجد إلا روسيا فقط. لدي علاقات عمل مع العديد من الروس. وهم يفهمون ما يجري على الأرض. ويدعمون أوكرانيا. إنهم يلعنون روسيا. لكن الحال لم يكن كله على هذا النحو. فقد اختار بعض المجرمين الأوكرانيين التعاون مع الروس. وتقول أجهزة الأمن الأوكرانية. إنها قضت في ربيع العام الماضي على عصابة إجرامية كبيرة في أودسا. تعاونت معروس وأرهابات السكان المحليين.